نعم قلت أن هذه الحرب الاقتصادية ستجر إلى حرب عسكرية كنت تستبعد في البداية الصدام العسكري ثم حتى أيقنت به وحددت موعدا قلت قبل أكتوبر سيتم الصدام العسكري ما بين الولايات المتحدة وما بين الصين ألا ترى في هذا مبالغة النوع الشيء أو حتى مسألة تحديد تواريخ للحرب فيها مبالغة ربما تكون محرجة لاحقا أنا كمان شكرك ولكن للتحديد لتصحيح الوقائع أنا منذ البداية وهذا موجود في تقريري في عام 2017 أن هذه الأزمات ستنتهي بحرب صراع عسكري مش قلت لا يمكن الصراع العسكري بالعكس قلت أنها لا بد أن تؤدي إلى صراع عسكري لأن هذا موضوع تاني منقدر نشرح فيه لماذا وكيف وشو مراحل هذا الصراع ولكن للوقائع أنا قلت أزمات ستؤدي إلى صراع عسكري ستؤدي إلى لقاء أو اجتماع على الطاول ينتج عنه اتفاقيات تؤدي إلى الازدهار من جديد هذا السلسل الموجود في تقريري المنشور في كل الدنيا عربي وإنجليزي ومنشور في أمريكا هلأ كيف وصلت إلى القناعة أنا بدي أذكرك عندما يقول شنيان اللي هو وزير الدفاع الأسبق ووزير الدفاع أمريكا عنده ثلاث أولويات الصين أمريكا 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 أفواً الصين 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 أحسنت وعندما الأسبوع الماضي يقول الحالي الوزير الحالي أسبر أمام أمريكا عدوان أولاً أمريكا وثانياً روسيا أضيفت روسيا وأنا أعتقد هذا إله أسباب ولكن موضوع آخر إنما أيضاً مراكز نبحث كلها كانت أنه ستجد أمريكا نفسها عندما يصل ما وصل حقيقة وهو الكسات واللي مثل ما قلنا الأمريكيين مسؤول الفيدرال ريزير بورد أعلى شخص مختص في المشؤون النقدية والمالية يقول أن هذا لم نصل له في حياتنا عندما يصبح الإنكماش 10% شو معناته؟ لا هلأ 5% أتوقع أنه بموجب صندوق النقد صندوق النقد سيدي أنا معلوماتي أعرفها بدقة وأنا ما عندي مانع أن تستفزني بالأسئلة لأنه الأجوبة جاهزة عندي صندوق النقد الدولي قال أنه ستصل إلى ما يقارب 10% سالب شو معناتها؟ معناتها أنه بدل أن يزيد الدخل مع زيادة السكان نحن أمام انخفاض في الدخل الدولة وبالتالي الدخل الفردي مع زيادة في مصاريف الحياة وغلاء وكساد وبطالة التحليلات تقول ومش تحليلاتي أنا استنتاجاتي من التحليلات الموجودة تقول بأنه عندما يصل الوضع إلى هذا الوضع لا يستطيع الرئيس الأمريكي أن يدخل في انتخابات وعنده هذا الوضع الاقتصادي أنا مش محتاجي خبير وأنا مش خبير أنا تلميذ يمكن أنت خبير لا أفهم هذا تواضع منك تتخيل رئيس جمهورية هذا تواضع منك وكرم أخلا جد أنا بحكي أبدا أبدا هل يتخيل أحد أحد أن رئيس جمهورية بده ينزل على الانتخابات ومصمم وبدأ حملته وسيواجه جمهوره ويقول لهم إحنا في الكساد الأكبر في تاريقنا من يتحمل ذلك بقدر يعطي ألف سبب ولكن المواطن ما عنده إلا سبب واحد إدارتك أنا بعطي ألف سبب بشهو المسؤول الكورونا مسؤولة والأزمات الاقتصادية مسؤولة كلها إنما الناخب الناخب اللي بده يعيش بده يعكل بده يبعجار بده يبعط ابنه على المدرسة هذا الناخب ما عنده في وقت تفكر بالأزمات ومن سببها أنت رئيس الدولة أنت القائد أنت المسؤول كيف تقبل أن يصل وضعنا إلى هذا الوضع لا يستطيع أي رئيس مش ترامب أي رئيس أن يواجه شعبه ولم تحصل في تاريخ أمريكا أن رئيس انتخبه في فترة الاقتصاد فيها منهار مش بها الشكل أبدا هذا لم يحصل في التاريخ ولو انهار بسيط معروفة هذه النظرية معروفة بأمريكا أنه لا يستطيع رئيس جمهورية أن يعيد انتخابه إذا كانت البورصة منخفضة إذا البورصة بس منخفضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر